مراراً ما وصفت واشنطن النظام الإيراني بالإرهابي المارق دون أن تسأل نفسها أن هذا الإرهاب يمارسه عبر أذرعه وعلى وجه التحديد ميليشياته في العراق المهيمنة على جميع مفاصل الدولة وأكثر من ذلك تدرك واشنطن أن وجود الميليشيات في العراق خطر إقليمي ودولي لكن بقاءها مرتبط ببقاء المنظومة السياسية والعكس صحيح فكيف يستقيم وصف الميليشيات بالمارقة والتعامل مع مظلتها السياسية كمكون شرعي في الأسرة الدولية فمنذ أن تأسست العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 تحولت البلاد إلى رقعة تزعزع استقرار المنطقة بأسرها وبدأت أذرع النظام الإيراني تثير الفوضى وتستهدف السفارات في الدول العربية والغربية بمعنى أدق وصفاً للحقيقة أصبح النظام الإيراني بسقوط العراق أكثر نفوذاً وعملياته العدائية تزايدت إذ وجد في الاعتراف الدولي بالحكومة في بغداد متنفساً له من الحصار باعتبار تحول العراق إلى حديقة خلفية له ولا تكمن الغرابة في فساد النظام الحاكم للعراق واستبداده وإنما من بقائه داخل الأسرة الدولية كما هو موجود داخل الأسرة العربية رغم معرفة العرب بتبعيته للنظام الإيراني الطامع في السيطرة على المنطقة وتفكيك دولها ولا يفسر هذا التناقض إلا حالة النفاق السياسي المأزوم بها المجتمع الدولي يذكر التاريخ أن أنظمة أقل خطورة من النظام الحاكم في بغداد عزلت دولياً وأطيح بها عسكرياً خلافاً لواقع ثمانية عشر عاماً من حالة العراق المعرقلة لأي استقرار إقليمي ومع ذلك ينظر لهذه الحالة على أنها شرعية من الناحية الدولية فأي نظام أشد شذوذاً عن العرف الدولي من نظام تحكمه ميليشيات تتعامل بمنطق القرون الوسطى مع الشعب العراقي ومحيطه الإقليمي